اشتركوا في القناة بالنسبة لهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بدات وقتها هي في الحقيقة قراءة من القراءات الممكنة للتاريخ هذاك ولو انا ما نشاطرهاش ولكن في جميع الحالات اصبحنا اليوم نافرين التاريخ هذا وكأنه ما صارش ولكن ما لازم ناش ننساوه اللي في وقت من الاوقات عشنا حساس متع تضامن وطني ومتع تحرر جماعي عمرنا ما عشناه في السابق بعد 14 جنفر 2011 سمحنا لرواحنا باش نحلموا بتونس اخرى تونس فيها اقل فساد ومحابات واكتف وظلم تونس متقدمة وينكن كل واحد يلقى بلاستو وما يقعد حتى حد ملوحة لجانب الطريق تفكروا هاكي الاحساس متع الفخر اللي عشناه تفكروا العشرات كان مش المئات من التوانس اللي عايشين البر وروحوا لتونس مش حدوا امكانياتهم وقدراتهم على ذمت بلادهم عن قصد ولا عن غير قصد اليوم تاريخ 14 جنفر عنده طعم سلبي وطغط التشكيات وقعدنا مركزين على اللي ممشيش من وقتها لليوم بينما وجب تنسيب الشيء هذا ولازمنا نتفكروا اللي في 14 جنفر 2011 كداش خلقنا لروحنا فرصة كبيرة اللي ما جيه كان مرة ولا مرتين في كل القرن ولكن للأسف ضيعناها لحد الآن ووضعيتنا صعبة برشا نتيجة خيارات وتوجوات سياسية خاطئة اللي المفروض نفهموه والركز فيه هو التفرقة بين 14 جنفي وبين ما جاء بعد التاريخ هذا مش نحطوا لكل فردشكارة ونسميوها ثورة ونلوحوا لكل في البحر كان عندنا حق نهار 14 جنفي وكل ما طلبوا الشعب التونسي وقتها كان مطالب مشروعة من حقه يصرخ بيهم في الشارع لازم نفصلوا اللحظة علشنوا عملوا بيها السياسيين واللي حكموا البلاد من وقتها لليوم وما لازمش زادة لحظة الالتحام تاعة 14 جنفي تولي حاجة نفرقوا بيها الناس بين ثورة 17 ديسمبر وثورة جنفي عدم قدرتنا الجماعية على أننا نصبروا ونعملوا حاجة على دوام زيدهم المي اللي متاعنا لجلد الذات خلاهنا نهبطوا يدينا ونتقسموا بين لايكي ومسلم وبين خوانجي ووطني وبين فاسد وأمين وإحنا ماشيين في التقسيمات الواهية هذه كل للأسف شيء هذا مازال متواصل لليوم ولتوا ما حبيناش نفهمه اللي المستفيد الواحيد من تقسيم الشعب هو اللي يحكم فيها مروين هو في التصنيف متاع المشاعر الحب والكره والأصعب أصعب حاجة فيهم هي النسيان وقت اللي إنسان تعبر له على مشاعر أي كانت باهية ولا خايبة ديما كي توصل تنساه هذاك أصعب شعور وأخيب شعور بالنسبة لي أحنا تاريخ خمستاش تاريخ أربعة أجام في البارح أنا حسيتش ما حسيتش فما حتى شيء كان لاحظته حتى على موقع التواصل الاجتماعي في العادة يصير حتى هكا كلكو بيبليكاسيون حتى العدد هدايا نقص كأنه إذا كان نمشيه في نظرية المؤامرة إذا كان فماش كون يحبي نسينا في هذا التاريخ كأنه نجح وبتبعة بتبعة الحال نحنا نسيناه التاريخ هذا وبعدنا عليه وأنا يظهر لي أخي حتى من النسيان هو الخذلين وخيبة الظن لا ديسبسيون أي بالضبط هورا مزمنش ننسيه حاشتين اللي يظهروا لي موهمين في تفسير شنية 14 عام فيه وشنون عملوا به مزمنش ننسيه اللي نحنا رانا شعب متوسطي عاطفي معناتها نحبه ياسر فيسع ونكره ياسر فيسع ونتعداول حاجة أخرى فيسع حاشيتها كيما شرش شلوق دي متوسطي عاطفي سمحني عتده شبه رشيد رشيد معناتها نحنا علقنا أمال ممكن مبالغ فاها على 14 عام فيه على أساس فمبرش عبيد في تونس مشافي بالهم اللي الحكاية متاع أيامات ويستتب العدل وترزع الدنيا ونوليه لاباس مش ترزع الدنيا لاباس نوليه لاباس ونس كل كيف كيف وهذا هي مساء للفساد والمحابات وبالكتاف ومن درشنه تنحاتك هسا هي عملنا ثاورة عاد شنه المطلوب باكثر من هك ممكن درجة أو حجم الأمال اللي علقناهم على 14 عام فيه وفي نفس الوقت وهذا هي الحاجة الثانية عدم قدرتنا على الصبر وعلى العمل الدقوب والمتواصل على حاجة معينة وللأسف نحن في تونس هذية موجودة في التونس يسامحوني معناها وزادت كرست حتى في الأنظمة اللي حكمة البلاد كان خدمة على دوام معنات على حاجة معنات خدمة نقوله مثلا مش نخدمه على التربية أيا كان الوزير أيا كان الحكم حاجة مهمة وتخص الناس كل هات سيدي على خمسة ستة عشرة سنين نخدمه على المسألة هذية هذية ما عمليهاش في تونس وما نجمناش نعملوها المراكمة هذية ما نجمناش نعملوها فبالتالي منشيرة ما نصبروش ما نخدموش ومنشيرة أمالنا كل تقريبا بالواحد بالواحد طاحوا في المسيرة هذية كل فبالتالي بعد أكثر من عشر سنوات من تاريخ أربع تارزار في عرفتك حاجة حاجة باهية ولكن توجع عرفتك الذكرة الباهية اللي تتفكر روحك كيما نحن طوى مثلا تتفكر روحك كان عمرك عشرين شكنت ناوي تعمل وشكنت كذا تشوف روحك اليوم تقول طوالي تتحول هي اللحظة هذيك كانت محلاها لكن كي تتفكرها عشرين سنين بعد طوالي توجع شوي أشتاق أشتاق دراما كوين عندي نظرة أخرى كمي ما طبعا ايه مساعدش عطينا نظرة لا والله هينش قبله والله لا مش أنا مش مش نعطي نظرة أنا مش نسئل في شكل هكا طرح طرح سياسي لأنه التعاطي السياسي مع أربعتاش جانفي من ألفين موحدش هو من ألفين واثناش معناه من ألفين واثناش إلى ألفين وواحد وعشرين كان فم شكون في السلطة ولي هو يحيي الذكرى وعادة يعدد محاسن الثورة وهنا نحكيه من غير من غير من خبيه هنا بالأساس حركة النهضة و مناصري وأتباه حركة النهضة وكانوا فم معارضة اللي يأم يشكوا في الثورة يأم يراوا في الثورة بطريقة مغايرة لكنهم لم يقطفوا ثمارها من ألفين وواحد وعشرين لليوم ما عادش فم شكون قاعد يساند وإلا يحيي وإلا حتى يعتقد في كونه اللي صار في ألفين وحدش شما ثمارها سؤالي شنو ثمارها معناها وعليت نحكيو على الثورة تكش عليها حاجة حاجة بطريقة بمعنى من ألفين وواحد وعشرين لليوم ما عادش فم اللي يأم يخرج في الشارع ولا يخرج في المنابر بش يقول في أربعتاش جام في ألفين وحدش تونس تويت صفحة من تاريخها وحلت صفحة جديدة ويعدلنا المحاسن متاح هذا المقصود يمكن ما هيش الثورة الفرنساوية اللي خرجت الفيلوزوف دي 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 مياء خرجت الفيلوزوف تعال يمكن شوية متع ضلي تخرجونا برشا حاجات به بعد 14 جانب والله جاية للنقاط الإيجابية معناها جاية للنقاط الإيجابية اليوم 15 جنف كوانسيد مع الانيفرسال جيلبير نقاش جيلبير نقاش معناه كينوزا كيتي يا دوزان اللي كان ديما يتحدث على un processus révolutionnaire مش دورة مسار كامل مسار كامل يعني علش خطر عشق بي قد كشنو مثيمار للثورة تقوش عليها سي سجرة نبتت وبشن كي معتها ثيمار حتى معتها خطاب النظر خطر كين خطاب شعبوي معناها وخطاب معناها اللي صار في أربعة جانب هو معتها حاجر الأساس بتحاجة بدت تتبدل بهيها بخيبها بحط من نفتي في في شابتر من من كتبو الخريني لبعض تونسي خلدت في وسط هذي الكلو ولي بش تحمل المبادئ متاع هذي الكلو المنظومة هذي ما عاش بي تقبلها كما هي ومعتها متاع هاوش نخاوفوكم هاو تنحطوا عبيت في الحبس تتخافوا هاو تنحطوا ما نحكي على حتى قضية بالذيت دونك ما نجموش اليوم معتها مزل بكري بارشا اليوم بش نحكيه على ثورة معتها خابت تمر بفترة صحيح معناها صعيبة بفترة تيمكن خيبة امل اما ما زلت حاس برأي مستمر هل تم هل يوم تم التخلي على الثورة ككونسبت على اربعتاش جام في لوالي لتالي معاتش فاما اليوم ش كوني يحكي لنا على اربعتاش جام هو ساعة خالي يقولي علش ما عمل اللتيكي هكا ليه بخطر فاما 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 بش حاجات يزي من ناخدوهم بعين بعين الاعتبار اولا ساعة فيما يخص بناء اربعتاش جام في اللي هو راو في اخر الامر تاريخ من عدد مهم من التواريخ اللي عاشتهم تونس فماش معنتها توسيق كبير للحظة هذيك سواء عن مستوى الصحفي او الابد الادبي او الناهيك وانه حتى لليوم حتى اليوم نعرفو شنو صار نهار اربعتاش جام بالساعة بالساعة مثلا بازلنا معناش الصورة مكتملة ولو فاما شكون خدم على المسألة بكل بكل جدية فصحيح هو فاما تاريخ اربعتاش جام في فاما ناس عاشوا فاما ناس لا ولكن فاما سردية اربعتاش جام في اللي احدى احدى العناصر اللي ما تخليهاش تتبنيه جستو ما هو كي ما قلت انتي انو معادش معادش مش شكور يحتفل بها ولكن ما يتذكر هاش النظام الرسمي فماش حاجة معمولة بالذمة لهذا هذا من ناحية من ناحية اخرى راه وزاد الثورات راي تشبه لما لها تشبه للي عملوها منش متفقن لحقيقة معاه وانو فكرة وانو اربعتاش جام في مزال معطاها حتى حتى نتيجة ومعطاها حتى حتى ثمار معنا نستغلوها لانو البارح فما يكون ضد النظام مخرج يظاهر في شارع الحبيب بورقبة هذا ما كانش ممكن قبل الاربعتاش جام فيه والكلام اللي نقوله فيه تقريبا كل يوم لهنا ما كانش ممكن قبل الاربعتاش جام فيه هذو من الثمار المباشرة اللي قاعدين اللي قاعدين نستمتعوا بهم بين ظفرين ولو تولد فها مخاطر الحكاية مع الشعب تونسي بالتباية الحال والحاجة الاخرى زادة فيما يخص لانو الحقيقة سبتيك على المقارنة بين الثورات وخاصة في زمنية الثورات لانو العشرة سنين متع الثورة الفرنسية على سبيل المثال ما همش العشرة سنين متع متع ثورة من 2011 الى 2021 معدلا تبدل تماما وهذاك عليش في راية على كل حال لا يستقيم ابدا كل الكلام متع في اخر الامر فرنسا قاعدة قداش من عام وهي تعمل في الثورة له نفس السياق له نفس الفاعلين وحتى القوى اللي قاعدة تتجاذب في اطار حاجة اسمها ثورة ما عندهم حتى علاقة ببعاظ زيد اون بلوس لنابوليورا ورجع اون بخير في وقت من الاوقات مع انت عملت مع انت مشيت مع انت ثورة الفرنساوية فهل حاجة ونقيذها في اللي كان ناخذ المسار الطويل ما امتاح نحن ما عشناش نحن ممكن عشنا اكثر احداث في اقل وقت ولكن ما عشناش هكا الحاجة ونقيذها بالدرجة هذي مش من النهار هكا حلين عينينا على الديمقراطية خدوا رجعنا الى ملكية على سبيل المثال نزيل معنة الامبليتود ما هش هيبيدها فبالتالي انا على كل حال اندي ما حذر في هالمقارنات هذي اما فما حاجات كي ما قلت لك بناء السردية بناء هاته الذاكرة الوطنية هي اللي غايبة في بلادنا وما عناش تقليد هذي لا في الثورة لا في عدد من ال من الاحداث الاخرى على سبيل المثال انا نستغرب كيفاش التوال ما حدث في تونس نهار من 17 ديسمبر لا 14 ما يتقررش في المكتب علش شكون ينجم يعطينا مثلا سبب واجيه انه هالحدث التاريخي هذي الحديث اه نظريا صحيح ولكن بالاهمية هذي علش ما يتقررش تخضروا قريب برشا ما زال مروين مثالش النجم نقري وما هو متفق عليه ما هو ثابت نحنا كي نحكيه على جماعة كي نحكيه باش تقري باش تقري بريمير ولا باش تقري كوليج زين ما كشف تدخل في البحث التاريخي اما هذي حاجة حاجة مهمة صارت شرى سنين رو ما حد شايف تاريخ هذا هو شوال ينحب اي هذك انتي انتي تحكي على التاريخ بمنظور المؤرخ وكلامك صحيح مية بالمية اما كي نقوله راو راو 14 جن في 2011 فما رئيس هرب البلاد وهذا يظهر لمتفق فيه نجم على الاقل كي انتي تحب تبني تحب تبني سردية تحب تبني ذاكرة جماعية تبني تاريخ بلادك يزي تقول هولهم الصغار مش كل واحد يمشي يسأل ابوه ولا امه كانوا موجود باش يجي وشوف شنو يجي وشنو يعطيه كقراءة هو عادة في كل 14 جن في من 2012 لليوم فما مجموعة من الاسئلة اللي قعدنا نسألوا فيهم لحد الان يا اما ما عناش اجابة يا اما عنا بعض كلكو سنة يتزادلهم يظهر لي السؤال اللي هو هل ستبقى رمزية 14 جن في هل ما زال هذا التاريخ يحرك شيئا ما في نفوس تونسيين وما عرش يمكن قادم السنوات نجم اذا كان مش نكمل هكا هذا هو التساؤل الموجات والخطابات الشعبوية هذية اللي تعتبر 14 جن في بداية تاريخ النزول والانحلال وتحلة الدولة ودرش نوع كانت اسمحوا لي هكا بانالوجي ولو اوزي شوي الواحد كيقص مع طفلة ويقعد ويقعد بريود يتفكرها يتفكرها بمحاسن اكثر ببرشم اللي هي فيها حقيقة صحيح نحن نحن ذاك شا قاعدين نعملو بضبط نحن قصينا نهار 14 جن في من وقت هقعدنا هكا امورنا ما هيش ما هيش لك ياخي وليت ما قبل 14 جن في اخبارنا شعرنا اليوم